بنشوف أمرتنا الجميلة وهي بكوكتر أو كياتا بتقول لفرسنا الوسيم أنا عايزة أروح معك للمدينة وبعدها بنشوف العربة ماشية في الطريق وسندرة جواها أعداد غل فروحها وبتفتكر اللي حصل من يومين وموافقة القائد على طلبها وبآخر سرعة وبتقول أكيد ما هي قريبة أو من قلبه لكن ده كل واحد في الفريق بيطلب منه أن يروح معاه وهو بيوافق برضه على طلبه وبيلقاها بتستغرب فبيقول لها أنه فيه طلب لفريق الإسود علشان ينظموا المهرجان والحفلة وكمان هيقدمونا كل اللي هنطلبه والبنت يا حرام بتنهار قبل ما بيخلص كل كلامه وبنرجع لسندرة المنهارة وهي في العربة وبتقول ليه كل ده بيحصل لي المجانين دول بوزوا علي لحظة الرومانسية وبيقطع سرحنها لين ومعها أميرتنا وبيقولوا لها تلعب معاهم وبتقول للأميرة دي كأنها أول رحلة تروحيها فبترد عليها أيوة دي أول رحلة ليا وبتلاقي فجأة كده سندرة عندما جت في اللعب معاهم وبتقول لين بلاش تغش والقائد من فوق ده رحصانه بيتفرج وبيقول شكلهم كده مبسوطين أما أرسر فبيقول له وهو مركز قوي مع الناس الموجودين إنه شايف ناس كتيرة من برا المدينة والقائد بيرد عليه يمكن بسبب المهرجان وما تنساش إنه وظيفتك تاخد بالك من كل التفاصيل دي وواضح قوي إنه فيه أشخاص مجهولين وبيرقبوهم أما دلوقتي بنشوف أمرتنا وسندرة عاجن في مطعم وسندرة باستغرب بتسألها ليه جتي معايا وأنا رايحة أشتري حاجة الفريق وإيفت بترد لأنه الخروج ممتع جدا لكن ده سندرة خيالها بيروح لبعيد وبتقول أكد جاية ورية رائبني وده كله بسبب الغيرة لكنها بتسألها يا تارا جتي معايا بسبب الألعاب النارية وعن إن أمرتنا بتلمع وهي بتقول لها أيوة وبتحكي لها إنها تخطفت في وقت زي ده بالزبط والألعاب النارية كانت منورة في السماء وإنها اتحيلت على الخادمة تاخدها هناك وبتقول اللي حصل ده سب صدمة في قلب أمي وخلاني لمدة عشر سنين مخرجش من البيت أبدا ومن يومها وأنا بتمنى إن أشوف الألعاب النارية وسندرة مش بس بتتأثر جي كمان دموعة بتنزل وبتقول لها وأنا ححقق رغباتك وقفت بتفرح جدا وبيمشوا سوا وبعد شوية بينادلهم بيع للبزور وسندرة بتقول ممكن إننا نقف وناخد فكرة بس دي بتقوله يوريها البزور كلها والبيع بيسمع كده وبيتجنن عليها وبيقول لها ما تعملش مشكلة وقفت بتقف تحجز بينهم لحد ما سندرة تفحص البضعة كلها ولما ده بيحصل هي بتقوله انت غشاش وبعد ما هي بتكشفه مش بيلاقي أي حاجة يعملها وبيقول أي كلامه خلاص وبياخد بعضه وبيجرب سرعة وكل الوقفين بيسقفوا لسندرة وأمرتنا بتقولها برافو عليك أما سندرة الجامدة فبتقول لها أمال إنتي كنت فكرة إيه ده أنا قروبة وواحد زي ده لا يمكن أبدا يخدعني ولو لوجودي في فريق الإسود كان زمني عندي شركة التجارة الخاصة بيه وأمرتنا بتقولها وهي مستغربة معقولة ليه ما سبتش الفريق وحققت حلمك وبتسرح سندرة في قائد الوسيم اللي مخليها لازقاله في فريق الإسود ومضحية بحلمها أما دلوقتي بنروح لوقت الغداء وأمرتنا بتكون شايلة الأطباق دي كلها علشان تساعد ماري لكن دوهية مشية رجلها بتزحلق وبيقرب فرسنا الوسيم منها وبيلحقها قبل ما توقع وكمان بالإيد التانية بيكون رافع الأطباق دي كلها وبيقول لها ما ينفعش تشيل الأطباق كلها مرة واحدة وبيلقاها من غير أي مقدمات بتسند راسها على كتفه وبتبصله بعينها الحلوة وفرسنا بيتلغبط وكأنه بيتكهرب وبيهرب من قدامها بسرعة وصحابهم بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل وبيتوشوشوا بأنه التوتر ده لازم وراه قصة حب قوية بس دا سندرة اللي جاية من وراهم بتسمعهم وطبعا الكلام ده مش بيعجبها وبتوريهم العن الحامرة وبتقول لهم محدش يتكلمه هو بياكل وهم يا حرام بيقولوا لها وهما مرعوبين حاضر وفي ثواني بتلمح القائد فبتقلب أخ الرومانسية وبتطلب منه يتكلموا سوى لوحدهم وفعلا بنشوفهم وقفين سوى وهي بتشجع روحها وبتقول لازم ألحق نفسي دا الأميرة بتقرب منه بسرعة جدا وهو بيقف يسمع لها وبتقول له ايه رأيك لو نكون مع بعض للأبد ومكملة وهي آخر خاجل بأن الحب يجمعنا مع بعض وبعدها بتسأله يقول لها ايه رأيه وقائدنا بيسمعها وبيصدم من كلامها وبيسقط شوية لكنه بعدها هو اللي بيصدمها برده وبيقول لها أنا آسف وسندرة بتسأله رأيك دا بسبب إفت وهو بعد حبتين تفكر بيرد وبيقول لها مش عارف في الأول كنت عايز أحميها وبس وده خلاني كنت متلغبط في مشاعري لكني دلوقتي بقيت مش قادر أقول لأ وبعد كلامه بيسيب سندرة وهي بتقول كان لازم أعرف دا بنفسي وما في السواني وبتهزر مع قائدنا الجامد وبتقول له لازم بقى تبطل تتلغبط في مشاعرك وتحاول تكتشف قلبك وبتسيبه وهي بتقول إزاي لسه مش قادر يعرف إنه اهتمامه غيرته هم أو الأعراض الوقع في الحب وسندرة بتمشي وهي بتمسح دماغها وبتقول مش لازم أعيط أنا أجمد بكتير من كده بس أنا برضو ما شفتش القائد أبدا بنفسي حالته دي قبل كده وكل دا بسببها بسبب الأميرة إيفت وقبل ما تكمل سندرة كلامها بتيجي إيد من وراها وبتقرب منها وإيد الخاطف بتكتم نفسها وإحنا بنشوف في الناحية التانية أميرتنا بتكون هي نفسها اللي قلقا على تأخرها وبتدور عليها وخبر اختفق سندرة بيوصل للقائد وبيستغرب جدا وبيسأل نفسه يا طرده بسبب اللي حصل بنا من شوية وأرسر بيقول له أنا دورت عليها ومش لقيها ما يمكن مستخبية لأنها زعلنا من حد وعايزة هي صلاحة والأميرة بترد إن هي قوية وما تعملش كده وأمرتنا بتكون سمعة كل اللي بيتقال وقلقان عليها وقائدنا كمان بيوزع الأدوار وكل واحد من الفريق يدور في حتة وماري تسأل الناس في المجنة عنها وفي الآخر بيقول أم إيفت تستنى هنا وهي بتقرب منه وبتمسك إيده وبتهز راسها ومش موافقة وبتقوله هروح معاكم وبعد شوية وقت الفريق كله بيتجمع ومحدش منهم بيلقاها أبدا وبتسمع أمرتنا بإنه كان فيه وجوه مجهولة موجودة في المدينة وبيل بيسأل لو كانوا مرتزقة فبترد روزان إنها ما تعرفش لكنهم كانوا بيسألوا عن أميرة موجودة هنا وأمرتنا بتحس إنهم كانوا ين يخطفوها وخاطفوا سندرة بالغلط وفي نفس ذات اللحظة فريد بيمنعها إنها تخرج معاهم لإنه بكده في خطر على حياتها لكن ده هي بترد بإنه الخطر حيكون ورايا وفي كل مكان ولو فضلت مستخبية ممكن حد تاني يتضرب سببي زي ما حصل مع سندرة واللي دلوقتي بنشوفها مربوطة واحد من العصابة بيزعق لزميله لإنه هو غلت وخطفها بدل الأميرة مع إنه صورتها معاه وبعد ما بيتشاوره شوية مع بعض بيقوله خلاص طالما مش عايزينها نبقى نقتلها وهي سمعهم وبتتفزع منهم لكن صاحبه بيقوله استنى وبيوريها صورة الأميرة وبيسألها عنها وبيقول لها إيه رأيك هنعمل صفقة تعرفينا مكانها وأنا هخلصك منها وبلقم بيوسوس لها بإنك أكد نفسك تخلصي من أميرة جميلة زيها وبتقوله طيب قرب شوية وهقول لك ردي وأول ما هو بيقرب بتخبطه برجلها كده خبطة جامدة وهي بتقوله صحيح أنا بقرهها وبغير منها لكن ده مش معناها أبدا إن نأذيها ابعد عني أفكرك القذرة والمجرم مش بيسكت وبيضربها وبيقول لها يبقى أنت اللي جبته لنفسك وهتطعق به بموتك لكن ساندرا وفوزت كلامه بتقدر إن هي بتهرب بسرعة منه وبتفضل تجري وهي بتقول في نفسها لها بتصرف وكأن غابية معقولة أكون بعمل كل ده من أجل حماية الأميرة وبتروح تدور على مكان تقدر تستخبى فيه وهي شايفاهم لسه بيدوروا عليها واحد منهم متعصب وبيقول لازم نلقاها ونخلص عليها أما هي فبتتصدم لأنها بتلاقي فيه إيد قبل ما تنطأ بتسكتها وكمان بتتصدم أكتر لما بتلاقي إن هي أمرتنا وموجودة جنبها وسندرة بكل استغراب بتقول لها مش ممكن إزاي جتش هنا لكن ده أمرتنا بتخافوا بتعيط وسندرة هي اللي بتهجيها وتحاول تسكتها قبل ما المجنون اللي قدامهم يسمعهم وبعد كده بيفضلوا البنتين كده مستخبيين وسندرة بتقول لها مش حنقدر نخرج قبل الفجر ويكون الفريق وصل لإنقاذنا وبتسألها عن إيه اللي جابها للمكان ده وأمرتنا بتقول لها لأني تهت بعد ما تضحركت من التل ووصلت لهنا وبتخليها تتعصب عليها وبتقول لها وليه صممتي تخرجي تنقذيني وإنت ما بتعرفش أبدا تتصرفي وأنا دلوقتي مش حقدر أسيبك وأهرب لوحدي لكن ده أمرتنا بتقول لها إنت ممكن تسيبيني وما تهتمش بيا لإنك قلت إنك بتكرهيني وسندرة بتكسف شوية من روحها وبتقول لها هو أنت سمعتيني وبتحس قد إيه كان غضبها مخليها تتكلم بعصبية وبعد شوية هدوء بتقول لها أنا حقيقة حسيت بالغيرة والغضب من أجل شخص اتخلت علشانه عن أحلامي من غير حتى ما يحس بمشاعري وحسيت بالغيرة منك لأنه حبك بدالي ودلوقتي بعد ما عرفتي إني شريرة تقدري تبعدي عني وأمرتنا بترد عليها بإنها مش عايزة تسيبها وسندرة ما بتصدق وبتقول لها يبقى خطرتي إنك تبعدي عن القائد والفريق كله لكن ده أمرتنا بتقول لها لا أنا برضه مش عايزة بعد عنه وبتخليها بتروح منها وأمرتنا بتكمل يمكن تكوني إنتي اللي غلطتي ومع إني مش عارفة إيه هو تعريف الحب لكن ما ينفعش الضحي بقى أهم حاجة في حياتك علشان شخص ما تعرفيش حتى إيه ما شعره وسندرة بتبقى بتكلم روحها وبتقول أنا حبيت فيكتور من و أنا طفلة وهو بالنسبة لي كل الماضي وبترد إيفت لكن إيه رأيك في المستقبل يا ترى حتكملي كده تضحية لشخص مش حاسس بيكي وبتخليها بتاخد بالها وبتقول قد إيه أنا كنت غبية وبيناموا البنتين لحد ما بيطلع الفجر وسندرة بتصحى وبتحاول تصحي أمرتنا لكن جي بتلقاها في سبع نومة وبتسمع صوت حد برة فبتخاف إن العصابة تكون لسا بتدور عليهم لكن ده اللي بيحصل وفي لمح البصر إن أمرتنا بتصدمها وبتلقاها صحية ومش بس كده ضلقوا صفق ديها وبتحدف بيه السهم البرة وبقى خرجوا مدية ولما بيتأكدوا إنه ما فيش حد برة بيطلعوا وبيتفاجئوا إنه في حسان موجودوا لوحده وبيقولوا الظهر إنه حسن العصابة وهم اتقبض عليهم وأمرتنا بتقول لها إحنا حظنا حلو وممكن نركبه ونرجع بيه لكن ده سندرة بتسرح إن هي لما هترجع هترجع تاني تتقلم بسبب غيرتها على القائد الوسيم وبتطلب منها إنهم يتمشوا شوية ساوى وفعلا بيوصلوا لمكان جميل وبيقفوا يتفرجوا على المنظر الرواعة وسندرة مستمتعة بوقفتها على حفة التل عكس أمرتنا واللي بتبعد نفسها لإن هي خايفة فبتطمنها إنها ما تخافش وتقدر تقف جنبها وبعد كده بتبدأ تحكيلها عن إنقاذ فيكتور ليها وده اللي خلاها تتعلق بيه من وهم أطفال وبتكمل إن هو لو كان اللي وصل للمراجي علشان ينقذها كانت حتتعلق بيه لبقية حياتها ومع إنها اتمنت إن ده اللي يحصل لكنها لقيت الأميرة هي اللي ينبها وفجأة كده بتزعقه بتقول خلاص مايفرقش معايا حتكون مين زوجتي الزعيم وأنا أخيرا حوصل لهدفي وحكون أغنى وحدة وقدامي طابور من الشباب الوسمين هي بتضحك وساعتها حكون أسعد وحدة في العالم وده حتى الكلام ده الوحده خلني كده أرتح وقهدى وبتقول لأمرتنا يلا بينا علشان نرجع فبتلقاها مغمضة عينيها ولما بتسألها مالك بتعرفها إنه الراملة دخلت في عينها لكن ده أكتر حاجة مضايقاها إن هي ما قدرتش تشوفها إذا كانت بتحكي وهي فرحانة ولا مضايقة وساندرا بتقول لها الأهم دلوقتي إن بقيت أحسن بكتير وبعدها بنشوف البنتين بيوصلوا للفريق وفرانسيس بتستقبلهم وبتحضن ساندرا لكن دي بتشدها وبتفرهادها وفي نفس ذات اللحظة بتشول للأميرة لأنها تهورت لما خرجت لوحدها لكن لما بتلاقي البنتين مبسوطين بتقول لهم المهم إن انتو رجعتم وبتعرف ساندرا إنهم قبضوا على عصابة والقائد بيحقق معاهم وبتقول لأمرتنا تاخدوا الأمور ببساطة لأنه ربما تكون أمها دلوقتي في مشكلة وهي لما بتدخل بتلاقي فيه شخص قاعد على الأرض وهو أو لما بيشوفها بيعرفها وبيندلها وبيقول لها تساعده والقائد بيسألها لو كانت تعرفه وهي بترد إنها كانت بتشوفه لأنه كان بييجي ويقابل والدتها وإنه هو مسؤول كبير في المملكة وأرصر بيقول له غريبة إنه حد مهم زيك ويورط نفسه والراجل مش بيسكت وبيحاول يدفع عن نفسه وبإنه ولت إيفت هي السبب بإنها عملت عداوة مع عائلة الملكة من غير أي سبب وضرتنا كلنا وإنه لما روح يطلب منها المساعدة ما رديتش حتى إنها تسمعه وخلته ما فيش حاجة قدامه غير إنه يخطف الأميرة ويساومها بيها واللي في لحظة بتقول ده مستحيل وبتسيبه أما هو فلسه بيحلف إنه بيقول الحقيقة وبيبان على أمرتنا حرتها وقائدنا بيقول لها له بتحطاري ما بين كلام الأم اللي انتش عارفاها كويس قوي وكلام مجرم كان عايز يخطافك وقوعيه تخليه يخداعك وبيقول كلامه ده وهو بيصحب سيفه لكنها بتمسك السف منه وبتمنعه يقتله وسندرة بتقول لها تعاطفك مع مجرم زيه مصحة أبدا سيبي القائد يتصرف معاه لكن ده هي اللي بتسيبهم وبتروح للشخص اللي وقع على الأرض وبتسأله عن الجرحة اللي في رجله وأرسر بيتناهد وبيقول عنها الأميرة هتفضل كده طفلة مش فهمة إيه هو العالم وكمان القائد سابها تعمل اللي هي ترتاح له لكن ده هي بتلاقي الرجل المجنون اللي راح تتعالجه بلقم بيقول لها أكيد انش بتحاولي انك تكسبيني وهي بتقول له أبدا أنا بس ما بحبش أشوف شخص بيتقلم لكن ده أميرتنا برضو بتصدمه وبتوريله الوش التاني وهي بتفهمه انها مش هتسمح له أبدا يأزى حد قريب منها وزي ما بينت له قدرة الشفاء اللي عندها بتبين له انها تقدر تسيبه يتعذب وما يكونش فيه قدامه غير انه يرجع عن اللي بيعمله ويطلب منها ان هي تسامحه والنهاردة في اليوم الجديد فرانسيس بتسأل سندرا عن ايه اللي حصل مع الأميرة وبتحكي لها عن انه امبارح كان يوم متعب جدا وبعد كده بيقعدوا يحكوا عن الشخص اللي كان عايز ينتقم من والدتها وعرفوا انه كان بيحاول يخدعهم وفرانسيس بتقول كويس ان الأمور خلاص عدت على خير لكنها مستغربة من سندرا اللي وقفة بترتعش جنبها وده لان هي بتفتكر كل اللي حصل امبارح ليها وللأميرة وده خلاها تاخد بالها انه عدت عليهم مواقف كتير لطيفة مع ان أمرتنا من عالم مختلف جدا عنها ولما بنروح لأمرتنا بنلقاها مع قائدنا وأول لما بتعتس قدامه بيقول لها لازم تدفي وهي بتقول له أنا حسة ان في حد بيجي في سرتي أما هو فبيغطيها علشان يدفيها وبيكون متضايق قوي لانه مش قادر يحميها وأمرتنا بيدور في خيالها كل اللي قطات اللي مرت بيها اللي للي فاتت لكن أكتر حاجة بتساعدها ان هي قدرت تحمي حد قريب منها وقد ايه ده مخليها ساعدة قوي وبكياتها مع الدقية أمرتنا بتبتسم وحسة ان هي عملت حاجة محصلتش أبدا وهي برقة بتقرب من قائدنا الوسيم وبتقول له عندي حاجة عايزة أقولها لك أما دلوقتي احنا بنروح لمكان تاني خالص وبنشوف ولدة إيفت دخل مكان وبتدور فيه على شخص وهي لما بتقابله بتقعد تشرح له موقفها من كل اللي بيحصل أما هو فبيسألها عن الأميرة وانه قدر يعرف مكانها وكأنه كده بيستجوبها لو هي حسة إنه فريق الأسود مكان آمن لأميرتنا وهي بتقول له والإهلاء قائدهم فيكتور راجل يعتمد عليه وهيقدر يحميها لكن ده هي فجأة بتحس بالتعب وبتسكت وبنلقاه بيقول لها بكده أنا تأكدت خلاص من مكانها وهي بتزعق فيه وبتقول له ملكش دعوة بها أبدا لكنه بيسابها وبيخرج وبآخر سرعة والخادمة بتقابله في الطريق وبتنادي عليه وهو ما بيردش عليها أبدا وبيمشي مستعجل ولما بتدخل بتلاقي الدقة وقع على الأرض وبتقول لها حول تلحقي وهي بترد بأنه جيري وبآخر سرعة فبتقول كارل مش هيسكت أبدا إلا لما يعمل مشاكل ويخلي الدنيا آخر فوضى ولما بنروح لقائدنا بنشوفه وبيجي من وراه لنبيه هجمه وبيبال لنا إنه تدريب علشان الأميرة تعرف إزي تدفع عن نفسها وهي في النص بينهم مركزة مع قائدنا الوسيم وهو بحركة بيجيب لنا على الأرض وبتسقف له وبيقول لها الدور عليك وبتحاول تبين له إنها مستعدة فبيقول لها وريني هتعملي إيه وبتيجي من وراها فرانسيس وبتكتفها والقائد بيعرفها إنه لو بيهاجمك حد أقوى منك فالشطارة إنك تقدر تهرب منه أما هي فبعد شوية تفكير بكل كياتك بتزحلق أمرتنا نفسها وبتهرب بس على طريقتها الخاصة وهو بيبتسم وبيقول فلتت بطريقة أخر روعة وبعد كده بيتكلم عن إنها محتاجة لدروس أكتر في الدفاع عن نفسها وبيسرح في إنه على كل حال أكيد هيجي وقت وترجع لبيتها وبيبان على قائدنا تأثره وقلقه ولين بيقاطعه بعد ما بيلاحظ ده عليه وبيجي هضحك وأكيد بقى هو اللي بيجيبه نفسه والقائد بيعلمه الأدب أما أمرتنا فبتكون وقفة بتبص للمكان اللي حواليها وبتقرب من قائدنا وبتوشوشه فبتخليه يتأثر ودلوقتي بعد ما عدى شوية وقت بييجي وقت الغدى وبعدها كل واحد من أبطلنا بيكون سرحان في الحال اللي هو فيه وأمرتنا بتقول إن هي رايحة تتمشى شوية وسندرة بتقول لها ما تخرجش لوحدها لكن دققت بيتدخل وبيقول لها تسيبها هي محتاجة تسك في نفسها وبتروح فعلا أمرتنا بتتمشى في الطريق وتتفرج على الخضرة لكننا بنشوف فيه إيد بتجي من وراها وبتحاول تمسكها وهي مش بتأثر أبدا وبتدفع على الروح وبتمسك الشخص ده وبتوقع على الأرض وفي نفس ذات اللحظة الفريق كله بيتجمع وبيقولوا امسكوا المجرم ده لكن ده الشخص ده بيقول لهم وهو لسه وقع على الأرض لأ أبدا أنا مش مجرم واسألوها هي عرفاني كويس قوي وإحنا بنشوفوا إن هو نفسه كارل اللي كانت والدتها بتتكلم معاه وسبها وجاري لكن محدش برضو عارفه هو مين وأمرتنا بعد ما بتبص عليه شوية بتطلع سكينة وبتهدده بيها وهو بيقول لها إزاي مش فاكراني وبيبين لها وشه علشان تفتكره وهو بيقول لها ايفت أنا والدك أكيد منستني شي يعني ولما بتدقى فيه بتقوله أيوة أنا فتقرتك ودلوقتي بنشوف الحال بعد ما عده كم ساعة وواضح جدا إنه تعود على المكان بسرعة وقلبها آخر مصخرة والكل مستغرب منه وبيقوله هو صحيح شكله شبهها لكنه عكس أمرتنا خالص والراجل ده رغاي آخر حاجة أما أمرتنا فقعدة في الناحية التانية هادية وريقة حتى إن فرانسيس بتقرب منها وبتسألها إنش متأكدة إنه ده والدك وهي بترد إنه والدي مغامر وبيسفر دايما وأنا مش بشوفه كتير يعني مثلا مرة جه من الغرب متبهد القوي لإنه رحلته كانت صعبة جدا وفي مرة تانية جاب لنا من أطلانتس أسماك ندرة وفي آخر مرة رجع مقبود عليه والدتي هي اللي خرجته وقالت له إنها لما هتشوفه تاني هتموته من الضرب والأب خلص هيعيت من اللي بيسمعه وبيقول لها على فكرة أنا سامعك وقائدنا بيقول له لكن اسمح لي إيه السبب اللي رجعك المرة دي فبيرد أيوة أنا هعرفك حالا وبيفضل يطلع كده في حاجات جايبها معاه ولا لها أي لازمة وبعدين بيقول أيوة هو ده أنا لقيتها لكن ده بيطلع ورقة والكل عايز يشوف إيه ده فبيلاقوا إن هي صورة الأميراتنا وبيقول لهم إن هي دلوقتي مطلوبة من العيلة المالكة وصدهشت كل الفريق وكمان قائدنا أما الأميرة فولا هي هنا وكل واحد منهم مستغرب على آخر من كلامه وبيعرفهم إن كل ده بسبب الحرب المجنونة اللي عملتها والدتها ضد العيلة المالكة والقائد بيقول ده كلام خطير جدا وهو بيرد بإنه كلها شهر والحرب هتبدأ والكل هيتأكد من كلامه ده لكن ده كل الموجودين بيتفزعوا من كلمة حرب أما هو فلسه مكمل بإنه الحل الوحيد للوقتي للأميرة إنها تيجي معايا علشان نهرب لمكان بعيد عن المملكة كلها وأميرتنا بتسأله يعني هنروح فين وبيرد بإنه لازم نروح لمكان بعيد عن هنا وتكون في أمان لأنه الوضع هنا خطر وبيمسك إيدها وبيحمسها بإنها بآخر سرعة تحضر نفسها للسفر لكنها تتقلم من مسكته لإيدها وقائدنا لما بيلقاها تضيئة بيزق إيده وبيقف يحميها وهي كمان بتستخبى وراه والأب لما بيلاقي كده بيقوله اجي ني وضعي أنا برضو ولدها لكن القائد بيرد وبيقوله أنا مش أصدق عارضك لكن انت برضو لازم تفهم إنها كبرت وتسيبها تختار بنفسها والأب بيفتكر طفلتك جميلة وبيقول يا طارع هتعرف تختار وهتختار إيه وهي بتقوله قلت إنه هو فضل شهر وأنا محتاجة ليومين وبس وأمرتنا بتقف وبكل سقة وبيقول لأني محتاجة لوقفة مع نفسي لكن ده الأب بيستغربها وبيقول لها انت أكد تعبانا وفرانسيس وأرسر بيمسكوه علشان يهدوه فبيقول لهم سيبوني أنا بس مش مصدق عناية إزاي طفلتي الزغيرة اتغيرت أو كده وبالسرعة دي أما النهاردة فوقت التدريب بنشوف القب الرغاي ونزل زعيق ورزن بتقوله بطل ده أنا يا دوب حاربتك بإيد وحدة وأمرتنا بتروح له علشان تسكته وبتديله خبطة على راسه لكن ده اللي بيحصل منه انه بيزعى أكتر وبيقول لقائدنا انه ما فيش أي فايدة من تدريبها دي بنتي وأنا عرفها وقائدنا بيقوله ده كان في الأول أما هي فدلوقتي اتغيرت جدا لكنه برضه وبخف عليها بيقول اوعى حد يقذيها وقائدنا بيقوله لكن الأمر يستحق هما الاتنين بيتفرجوا على الأميرة بتتبرز مع روزان وبخبطة صف قوية بتهجمها فبتصدمها وقبل ما هي ترد لها الهجمة بتقول لها حزبي لكن ده أمرتنا بتغفلها وبتفلت من خبطتها ومش بس كده جي بتخلي صف روزان بيقع من قيدها وبحركة لو لبية بيتشير في الهوى وبتسيب روزان مش مصدق عنيها وأمرتنا ما سكسفها وفازت عليها والأب ما زهول من اللي شايفه أما قائدنا فبيقول له مش قلت لك وأمرتنا الجميلة آخر سيطرة ومبسوط على الآخر والفريق كله متجمع حواليها وبيحتفل بيها أما الأب فلسه في زهوله من اللي بيحصل ودلوقتي بنشوفه بيلحقها وبيروح وراها حتى وهي في وسط الخرفان وبيفضل يردد بأنه عايزها تسافر معاه وبيقول لها بأنه فيه هناك بطخ من اللي بتحبه وتقدر تاكل زي مها عايزة وترمي اللي هي عايزة وهي بترد وبتقول له رمي الأكل سيلك سيء وهو بيقول معقولة دي لا يمكن تكون بنتي أبدا وبعدها بتفجأه بعصبية وبتقول له أنت وقف في طريقي وأمرتنا بتصدمه وبتقول له بأنه لو ما سبهاش في حالها حتقول لأمها والراجل بعد ما بيتفرهد بيسألها عن سبب عندها وبيقول أكد فيه حد هنا ومش عايزة تسيبي وهي بتقول له لأ أبدا أنا مش عايزة أسيب حياتي الجديدة وصحبي هنا لكن أمرتنا بتقول في نفسها ربما يكون السبب حد موجود هنا وده اللي بيخلي قلبي بيدق بشدة وبتقول له أيوة فعلا في حاجة لازم أعملها قبل ما أقدر أني أسيب هنا وبيبقى كأنه فكرها بشيء فبتسيبه وبتمشي وبعد ما بينادي عليها شوية بيزهق وبيقول مش ممكن أكيد طفلة الزغيرة واللي مكانش فيه وراها غير الأكل والنوم مش وقعة في الحب يعني وفي قوضة ساندرا بتكون موجودة وبترتب شنطتها وفرانسيس بتقول لها أنا عارفة إنك متضايقة وهي بتسألها ليه بتقولي كده ده أنا يا دوب حروح علشان أتعلم في نون التجارة وملهاش أي علاقة أبدا بإني أكون متضايقة وكمان حكون دايماً معاكم وبالنسبة للقائد وإيفت فهم وباقي فريقي بحبهم كتير ولو في وقت عدة كنت حسدت الأميرة لإن هي وصلت بسرعة لهدفها وهو قلبي القائد لكن ده هي كانت غلطتي أنا في الأول بإني ضيعت الوقت ودلوقتي أنا بتمنى لهم نهاية سعيدة وفي نفس ذات اللحظة بتكون أمرتنا ريحاله وبتنجيله وساندرا بتلمحها لكن لما بتسمعها بتقوله عايزة أقولك حاجة وقبل ما تقوله إنها بتحبه بسرعة بتوقفها وهي بتزعق فيها عشان تسكتها وبآخر سرعتها بتفتح الباب وبتهجم وكأنها وحش خارجة من فيلم رعب وفي لمح البصر بتشد أمرتنا من جنب قائدنا وبتقوله معلشي ورانا حاجة مهمة وسايباه مزهول من اللي بيحصل وفي قودة ساندرا أمرتنا بتقعد قدامها وهي بتقنبها على طريقتها في الاعتراف بحبها وبتقولها جي غلطة فظيعة وبترد عليها بإني اكتشفت إني مهتمة بيه ومش عايزة أتأخر عن اعترافي بمشاعري وهي بتسألها طيب ونوية عملي إيه وأمرتنا بترد كل اللي عايزة أعمله إني أعرفه وساندرا أو اللمة بتسمع كلامها بتتجنن وبتقولها ممنوع يكون اعترافك بحبك فيه الصربعة لازم يكون أخر رومانسية وفي مكان مليان بالظهور الحلوة وفوس ألعب نارية منورة في السامة وكمان لازم تكوني مكسوفة ومتوترة غير كده ممنوع انت فاهمها وأنا اللي هرتب لك الحكاية بنفسي وفرانسيس بتفكرها بإنها كانت بتحضر شنطتها ومسافرة وبترد بإنه مش مهم الأهم هو اللي احنا فيه دلوقتي وبتخليها تقول بكده اتأكد انها شالت القائد من دماغها وسندرة بتسأل أمرتنا لو عندها فستان يليق بالموعد ده وبعدها بتنصحها بأول خاطوة وانها تلاقي طريقة آخر روعة تطلب بها منه يتقابله سوا ودلوقتي بنشوف قائدنا وشكله كده آخر غرابة وقف في السوق ومعه سيفه وما لم يحوشه مبين غضبه وبنعرف انه ده اللي حصل معاه من شوية وانه فيه سهم حد بيحضفه جانبه وبيلاقيه فيه رسالة ولما بيقراها بيلقى هرسل التهديد وبانه لو عايز ينقذ ايفد يجيب المال ويجي للسوق وهو بيتخضي وبيقول مش معقولة جي رسالة من مجرم اكيد هي تخطفت ودلوقتي لما بنرجع له وهو واقف واخر قلق لكنه بيتصدم بانه اللي وصل علشان يقابله هي الاميرة نفسها وبيبصلها علشان يقدر يصدق عينيه وشايف امرتنا الجميلة بيكسوف بتقوله ممكن اننا نخرج للتصوك ساوا وهو من صدمته بيتلغبط وبيسألها ممكن تكوني عايزة وهي بتقطعه وبتقوله ايوة انا بطلب منك نخرج في موعد ساوا وقائدنا بيحس انه حركة الساهم وقصة خطفها كان مقلب منها وما بيقدرش يمسك نفسه من كتر قلقه وهي بتقوله اعمل ايه ساندرا هي اللي نصحتني انه لاقي طريقة اخر روعة نتقابل بها سوا وهو بعد ما بيهدأ بيقول لها فعلا ممكن تكوني محتاجة لحد يحرصك وانا هكون معاك وساندرا وفرانسيس اللي مرأ بين الموقف بيقوله ازاي ما فهمش تلمحها له اكيد هي دلوقت شحسة بخيبة امل وبعدها بنشوفهم مشين في طريقهم وامرتنا بتلاقوا قدامها اتنى الحبيبة ومشبكين ايديهم وهي برومانسية بتشبك ايديها في ايديه وبتقوله برقة انا مش محتاجة لحد يحرصني احنا هنخرج في موعد سوا وقائدنا الوسيم من كسوفه وشه بيجي بألوان لكنها برضه وكده فجأة بتبوز الرومانسية وبتكمل يلا علشان ناكل انا جعنا قوي وساندرا منهارة من الاميرة اللي بوزت الرومانسية اما فرانسيس فمعجبة بصراحتها واول لما بيوصلوا المطعم الجرسونة بتسألهم يحبوا يطلبوا اهد الوقت واول لما بتلاحظ وش قائدنا واللي الكسوف معاه لسه عامل عميله بتقوله لو محتاج مساعدة فهو بيقول لها لا ابدا لكن ده هو بيقول في نفسه الظاهر انه هفضل كده اليوم كله وامرتنا في دنيا تانية ومركزة قوي وبيناها كده بتغششها علشان تنجح في المهمة وقائدنا الوسيم بيحاول انه يهدي نفسه بنفسه وبيقول لازم اجمد وابطل توطر وبيكمل كلامه معاها لكن ده فجأة بيلمح الاب المجنون بيدخل متنكر وبيتسحب والقائد من المفاجأة مش بيقدر يسيطر على نفسه بس بيقول لها ما فيش حاجة ابدا وبعد كده بنشوف الاب بيكمل في التنكر وبيعمل نفسه الجرسونة وبيقدم الاكل وامرتنا بعد ما بتفكر شوية بتقول بس انا ما طلبتش الاكل ده وبيرد عليها جي خدمة مجنية وخاصة بمطعمنا وقائدنا بيقول غريبة انها ما عرفتش والدها وهي بتطلب منه وقبة تانية اما الاب بقى على ليف الجنان قبل ما يمشي بيقوله حقتلك لو قربت منها وما فيش لحظة وامرتنا هي اللي بتقرب منه برومانسية وبتحاول تأكله اما هو فبيكون مفزوعه بيبعد وبيقوله انا هقدر اكل بنفسي وامرتنا بتقوله لازم اأكلك بنفسي علشان الرومانسية بيننا وبعد شوية مقاومة منه قائدنا الوسيم بيغمض عينيه وبيستسلم للحظة الرومانسية الحلوة وهي بتكون بصاله بعينها الجميلة بعدها بتكون اخر سعادة بس ده هو بيقول في نفسه انا قلبي خلاص هيقف وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا اعجاب وده بيفرحني ويعرفني انكم عايزين اجزاء تانية من الملاخص وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول باي باي